النبي صلى الله عليه وسلم بشر أو لا؟ إذن في أمور البشر هو عليه الصلاة والسلام مثل ومثل البشر لكن في الشرع لا يمكن أن يقع خطأ من النبي صلى الله عليه وسلم ويقرر الله سبحانه وتعالى على الخطأ في الدين لا يمكن نعم لأن الوحي ينزل يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما الصحابة رضو الله عليهم على النخل يعني 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 وكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على ما يرى هو عليه الصلاة والسلام في الخندق أيضا على ما يرى فسلمان رضي الله عنه اقتره على النبي صلى الله عليه وسلم خط هذا في أمور البشر هو كالبشر عليه الصلاة والسلام لكن لا يعني هذا أنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم رأي النبي صلى الله عليه وسلم سديد يرجع ويستشير هذا يعني الذي ينبغي من الكبير من الرئيس من الملك من الرؤساء أن يستشير الناس ثم بعد هذا يرجع إلى رأيه مفهوم يعني ما يقطع دائما برأيه للحفي كيف يُحكار مثل أغى يقطع ويراح يقطع أغى يقطع أغى سليمان الفارس يقطع ويراح عندما يستطيع ان اخطاءً الشخصة والساعدة فهذا يقضى الطسرين على منتخبير منتخبير كيهة منتخبير فيديوهات اوضعهات اوضعهات فيديوهات المنصد يبدو يزيدون نحن الصور المنصد على منتخبير العقصة منتخبير فيديوهات ينقضي وانتخب lonely لأنه يجب أن يرجع له الكبار والدشان المشروعة لكن ليس في كل الأمور لأنه يجب أن يجب أن يكون هناك أجل من أجلها فهو يجب أن يكون مزيداً ويجب أن يكون مزيداً قد يكون الخصم واحد يكون عنده كلام أفضل من الآخر فيقضي للذي له كلام يعني جميل لذي أخذ هذا بالباطل هذا الشيء حذر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال يعني شيء يأخذوا يُعاقب عليهم قال أن هذا الشيء يسعى مخضر سنويا خيش Есть الحق خذ ليس الحق لا تأخذ إذا فهلا تأخذ من الآخر لكنك لا يمكنك التعليقات إذا كان القاضي قضى لك بالباطل لكنك لا تقول أنه ست تقضى فإنه ست تقضى فإنك ست تقضى فإنه ست تقضى إذا كان القاضي لا يحيلى الحرام فإنه ست تقضى فإنه ست تقضى